السلام عليكم ازيكم عاملين ايه رب الجميع يكون بخير شباب قولة سنوي اهلا بيكم معانا دلوقتي مقالة الساي جديدة هنتكلم فيها عن موضوع مهم جدا مشوق اسمه the positive effects of helping people positive يعني ايجابي effects يعني تأثيرات او اثار of helping people لمساعدة الناس يعني التأثيرات او الاثار الايجابية of helping people لمساعدة الناس يعني لما تساعد الناس ايه التأثيرات الايجابية اللي هتعود عليك وعلى المجتمع تعالوا نشوف مع بعض ممكن نقول ايه في مقالة زي جي بيقول لي طبعا ده في البداية كده اللي هو البروغراف الاولاني بيبقى غالبا كintroduction مقدمة للمقالة دي وبعد كده ندخل في البروغرافات اللي بعد كده نتكلم فيها عن صلب بقى الموضوع وفي الاخر اخر البروغراف ده بيبقى conclusion يعني استنتاج او ملخص للمقالة دي عايزة تقول ايه نبدأ باول بروغراف بيقول لي helping people مساعدة الناس is تكون a noble act act يعني عمل او فعل ونابل يعني نبيل يبقى تكون عمل نبيل that والذي can من الممكن او يستطيع bring يعني يجلب many benefits benefits يعني فوائد من عجيدة يبقى العجيد من الفوائد to oneself المقصود بيها او معناها الشخص يبقى فوائد عجيدة للشخص and others والاخرين one of the positive effects يعني واحدة من التأثيرات الايجابية of helping people لمساعدة الناس is that تكون انه ايه بقى it هو اللي هي مساعدة الناس يعني او بدل بقى هو هي هي كان تستطيع اللي هي مساعدة الناس يعني كان تستطيع improve يعني تحسن improve تحسن one's mood يعني مزاج او الحالة المزاجية للشخص and well being وازدهاره او سروره او سعادته يبقى well being يعني ازدهار او سرور او سعادة يبقى مساعدة الناس تستطيع ان هي تحسن مزاج الشخص وازدهاره او سعادته helping others يعني مساعدة الاخرين can من الممكن او تستطيع make and تجعل one يعني الشخص او الواحد feel يشعر happy بسعادة بس كده لا satisfied يعني satisfied يعني راضن اللي هي قرير العين يبقى تستطيع ان هي تجعل الشخص سعيد satisfied يعني راضن and grateful هو منتن studies يعني الدراسات have shown يعني وضحت او بينت that and helping others مساعدة الاخرين can من الممكن increase يعني تزيد one's happiness سعادة الشخص تاني reduce stress reduce يعني تقلل stress اللي هو القلق او الضغط يبقى تزيد من سعادة الشخص وتقلل الضغط and and enhance تحسن self-esteem self-esteem اللي هو احترام الزات طيب كده كمقدمة للمقالة بتاعتنا يدخل بعد كده على البروغراف اللي بعده بيقول لي another positive effect يعني تأثير ايجابي اخر of helping people لمساعدة الناس is تكون that and it can هي تستطيع هي اللي هي مساعدة الناس can تستطيع strengthen strengthen يعني تقوي strengthen strength thin تقوي ones social connections طيب نمشي واحدة واحدة connections يعني روابط وسوشل يعني اجتماعية يبقى الوابط الاجتماعية للشخص يبقى ones social connections روابط الاجتماعية للشخص and relationships وعلاقاته يبقى تستطيع ان هي تقوي الروابط والعلاقات للشخص الروابط والعلاقات الاجتماعية للشخص helping others مساعدة الاخرين can تستطيع create تستطيع ان تنشي bones bones يعني روابط of trust trust يعني ثقة يبقى تستطيع ان تنشي روابط من الثقة بس كده لا friendship الصداقة and loyalty loyalty معناها الوفاء او الاخلاص it can also هي تستطيع ايضا increase يعني تزيد one's social skills social skills معناها المهارات الاجتماعية social يعني اجتماعي skills يعني مهارات يبقى المهارات الاجتماعية للشخص بس كده لا empathy empathy اللي هو التعاطف and compassion compassion اللي هو العطف او الشفقة helping others مساعدة الاخرين can تستطيع also ايضا make ان تجعل one يعني الشخص او الواحد او الفرد feel ان يشعر more connected يعني متصل او مرتبط اكثر to the community مرتبط اكثر to the community بالمجتمع and society يعني تأثير إيجابي ثالث of helping people لمساعدة الناس إذات يكون أنه it can هو يستطيع inspire يعني يلهم others يلهم الآخرين to help أن هما يساعدوا as well أيضا يعني أنت لما تساعد الناس ده حيلهم الناس التانين أن هما يساعدوا ناس تانين helping others مساعدة الآخرين can تستطيع create أن تنشئ a ripple effect ripple effect يعني معناها تأثير مضاعف طب يعني إيه مستر تأثير مضاعف يعني كلمة تأثير مضاعف معناها سلسلة من الأحداث بتحصل كنتيجة للحدث أو العمل اللي أنت بتعمله يعني أنت بتعمل حاجة الحاجة دي ينتج منها أحداث أخرى أو سلسلة من الأحداث يعني المقصود بها إيه إن ripple effect ده تأثير مستمر ومنتشر يعني بتعمل حاجة مش بينتج عنها حاجة واحدة لا ده حاجات تانية كتير وربعة يبقى تستطيع أن تنشئ ripple effect تأثير مضاعف of kindness من الطيبة and generosity and generosity متعاونون معاناة and spreading happiness ونشر السعادة spread يعني ينشر وhappiness السعادة in conclusion باختصار helping people مساعدة الناس ده بقى اللي هو البروغراف الأخير بقى اللي بي بي بيلخص الكلام اللي احنا قلناه ده يبقى in conclusion باختصار helping people مساعدة الناس is تكون a noble act يعني عمل نبيل that والذي كان يستطيع أو من الممكن have أن يكون لديه العمل ده يعني يكون لديه many positive effects يعني العجيد من التأثيرات الإيجابية on على oneself الشخص and the others والآخرين it can هو يستطيع improve يحسن one's mood مزاج الشخص and well-being وسروره أو ساعده تاني strengthen يستطيع برضو أن يقوي one's social connections يعني الروابط الاجتماعية للشخص and relationships وعلاقاته and و inspire ويلهم others الآخرين to help أن يساعد as well يعني أيضا كده يبقى وصلنا وخلصنا المقال بتاعنا أتمنى تكونوا استفدتم واستمتعتوا ما ننساش بقى like والshare والsubscribe واكتبوا لنا رأيكم في تعليق رأيكم مهمة جدا لنا بتساعدنا في تطوير محتوانة أشوفكم على خير إن شاء الله في مقال جديد أو فيديو جديد والسلام اشتركوا في القناة